طبعاً ما فيش شك تاريخ فني كبير جداً وحافل قدمته سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني خلال رحلتها الفنية ومحطاتها المختلفة خلال مشوارها الفني ما بين السينما والشاشة الصغيرة والمصرح والمسلسلات الإزاعية وحققت خلالهم نجاح كبير جداً يا جمال هي يعني محتاجين نتكلم طبعاً عن سندريلا أهم المحطات الفنية في حياتها مع ضفنة اللي نورنا في ستوديو سباح الخير يا مصر النقد الفني خالد محمود سباح الخير يا حضر لكم نورنا في سباح الخير يا مصر سباح الخير فسخارد سباح الخير أهلاً بي كيفاً أهلاً بي خليناً نقولي أن سعاد حسني واحدة من أهم النجبات المصرية كممثلة كمغنية كحتى استعراض من أهم الفنانات المصريات مش بس هقولنا فجلها أيقونة حقيقية لكن لو هريتكلم عن هذا النجاح وهذه الأيقونة شايف أنه إيه عوامل نجاح سعاد حسني وإيه عوامل استمرار هذا النجاح وبقاءها معنا حتى الآن أولاً أنا سعيد أن أنت قلت عليها الاستثنائية هي فعلاً ده تعبير ينطبك على سعاد حسني أنا أعتقد أنه هي من القلائل اللي حتى على مستوى العالم اللي عندها موجات من الأداء ومراحل مختلفة وتنقلات غير عادية في الأفلام والأدوار اللي قدمتها عشان كده تلاقي سعاد حسني هي الوحيدة تقريباً في مصر والعالم العربي اللي بدأت بأدوار خفيفة وبعدين استعام بيها المخرجين في مرحلة مبكرة بأدوار عميقة وسرية جداً وبعدين دخلت في مرحلة سينما اللي بتدعو للفكر وأفكار فلسفية وشخصيات بتأخذ وتدي وتشتبك مع المجتمع يعني شوفي من الزوجة التانية مثلاً هذه الشخصية اللي هي قدمتها ببراعة شريدة جداً إزاي قدرت تتعامل مع العمدة الزوجة الجميلة اللي فلاحها فقير عادي قدرت إزاي تختارك هذا المجتمع وتتمرد عليه وتحقق هدفها القاهرة 30 مثلاً طبعاً هذه الشخصية أنا بعتبرها أهم دور قدمته سعاد حسني على الشاشة هذا الميكس في المشاعر والتعبير والأداء من ارتباط بشاب بيكافح من أجل إثبات وجوده في المجتمع لعلاقة مع عشيك لرجل سري في حتة تانية خالص إزاي قدرت تعيش مع موجات هذه الشخصية بتقلباتها النفسية أعتقد أنه حتى لما استعان بيها محمد خان في موضع العشاء هذا الدور المدهش جداً اللي هي بتقرر فيه في النهاية التخلص من حياتها وحياة الزوج لأنها مش قادرة تعيش بين قصة الحب مع الشاب اللي لقيت فيه نفسها وهذا الزوج اللي مش لقى مع نفسها قدرت سعاد حسني بمشاعرها تقنعك أنك تقبلي زعتر النوجي زوج ورجل عارفة لو شخصيات أخرى بتؤدي هذا الدور تتخذك كده تحسسك بتردد إنما هي حطتك في قالب شوفي نظرات عنيها سحر النظرة وبريك النظرة بتعبر بيها إزاي؟ إزاي بتعبر عن الانكسار؟ إزاي بتعبر عن الزعر، الغضب، الخوف؟ في مشهد رائع جداً عملته في غروب وشروق مع إبراهيم خان لما دخل عليها وقالت له اطفو النور وعنيها زيغة هي خايفة منه جداً لأنه مسكها وهي في وضع مش مش ظريف لكن إزاي سعاد حسني بتخفي كل هذه المشاعر وراء نظرة وراء أداء وراء تعبير عاوز أقولك يعني أنه هي من الممثلات أنا بحطها في مرتبة عالية جداً من وجهة نظري بتفوق نجمات عالميات عاوز الناس تعد إراية سعاد حسني تاني على الشاشة وتتفرج عليها بالراحة الفلاحة المتمردة شايف أنها حتى مع كل ده لسه برضو بشوغد حقها ومحتاجة أن الناس تعيد قراءتها مرة أخرى؟ طبعاً مين من ممثلات في تاريخ السنة المصرية عمل هذه التنويعاً؟ مين عمل دور زي نعيمة في حسن ونعيمة؟ ولسه أنت كنت بتكلمني حضرتك على شحات أبو كاف إزاي سعاد حسني مهدت الطريق لنور الشريف أصلاً؟ يعني هي شخصية شحات أبو كاف وصلت إزاي؟ من الطرف الآخر من قدرات سعاد حسني أنها بتدي المساحة الوجدانية للنجم اللي قدامها أنه يقدر يوصل شخصيته بأكبر قدر ممكن علامات التعجب وعلامات الاندهاش وعلامات البراءة اللي ظهرت عليها مهدت للنور الشريف أن ينجح في شخصية شحات أبو كاف زي بالضبط ما عملت مع أحمد زاكي هي طبعاً أحمد زاكي يعني يعتقد أنه بيجين بالفضل في جزء من المشوار لسعاد حسني لأنها مهدت له الطريق في مثلاً زي موعد على العشاء أنه يخش بشخصية وخراكتر مختلفة ولذلك الناس كانت بتسأل دايماً هو ليه اختارت أحمد زاكي يعمل معه هو وهي لأنه الاتنين بينهم مساحة إبداعية مشتركة إزاي كل واحد يدي للتاني الفرصة أن يعبر عن مشاعره وأن الشخصية بتطلع هذا التلون الكبير توق سعاد حسني في مرحلة مختلفة خالص يعني وأنا بتكلم معاك وسرحان في مجموعة من الشخصية صحيح إزاي في مشهد خالي بالك منزوزو لما لبست وتحزمت عشان ترقص كمة الدراما وكمة الوعي وكمة الاندماج فأين عقلي في الما أين عقلي أيوة وأين عقلي أين عقلي أنت دخلة في منطقة ده اللي كنا بنقول عليه المخرج والمؤلف اللي عنده أفكار عاوز يوصلها بلغة سينمية عالية كان على طول بيروح لشخصية تجسدها سعاد حسني أين عقلي ده حكاية تانية خالص على من نطلق الرصاص هذه المشاهد اللي طول الوقت حطاقي إحنا هندين مين المساحة بتكبر بتوسع 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 وفي النهاية أنت بيديني مجتمع وتصرفات مجتمع كامل بظروفه بقى السياسية والاقتصادية لو لا أداء سعاد حسني وعنيها اللي بتطرح تساؤلات بئر الحرمان شوف أنت عمالين نمشي على شخصيات مش معقولة يا جماعة ده تاريخ ممثلات تنوّة وبدين ترجع لإشارة حب أيوة طبعا ده يعني بصي إزاي هي حتى في إشارة حب حتى هذا الفيلم برضو بنت جيلها في مساحة إنها إزاي تعجب بالفتاة اللي مقطع للسامك وديلها زي ما بيقولوا لكن البراءة والعمق الاتنين في سعاد حسني طيب بعض الفنانات أو الفنانين بشكل عام كانوا بيرتبطوا بالسنائيات لسعاد حسني كانت قادرة أنها تتنوّح حتى في السنائيات يعني شوناها مع رجل أبوظف أكتر من عمل حسن يوسف أحمد زاكي شايف يعني أي قصة كانت نجحة أكتر أنا شايف أنه سعاد نجحت في كل السنائيات اللي قدمتها ما نقدرش في قدام سعاد حسني نحن نختار سنائية معينة أو دوره معين أو فيلمه معين كل فيلم داخلته كانت جوة تركيبة الشخصية اللي هي تخليك محور محور العمل وعلى فكرة معظم معظم الأفلام اللي قدمتها في المرحلة التانية بعد مرحلة الأفلام الخفيفة أفلام كلها كانت بمثابت يعني نقاط مبهرة الأداء ممثلة يعني ما احنا شوفنا في السنوات دي والجيل ده أداء عادي وسينما عادية أدوار سعاد حسني كانت دايما بتكسر المألوف وفيها مشاعر كتيرة متقلبة أنا شايف أنه عملت سنائي كويس قوي في حسن ونعيمة مع أحمد زكي عملت سنائي رائع مع نور الشريف في أهل القمة عملت معاد الإمام كمان سنائي رائع معاد الإمام في المجبوه أنت هنا بقى وقفت في محطة مهمة جدا تي موجة جديدة برده طبعا شوفي مش بس معاد الإمام في المجبوه الحب في الزنزانة أنت شوفي وعلى فكرة عاد الإمام في المرحلة دي ما كانش سهل أنه يتعامل مع ممثلة عاد الإمام في المرحلة دي كان يعني تاريخه طبعا إحنا كنا بنعتز به بس كان بيبقى هو رقم واحد جوه المضمون بتاع الفيلم في الفيلمين دول كانت سعاد حسني أنا من وجهة نظري رقم واحد لأن هي اللي كانت شايلة شايلة الحكاية يعني هي اللي حولت ما صار شخصية عاد الإمام في حب عزنزانة صحيح وهي اللي حولت ما صار عاد الإمام كشخصية يعني نفهم فيه كشخصية تلصه وديت في حتى تانية في المجبوه وعلى فكرة فيلم المجبوه ده المخرج سامير سيف لو أنت تيجي تحط الفيلم ده قدامك كان عنده ثلاث كاركترات مهمة قوي سعاد حسني وتصرفها الرائع لما راح تتفقت مع الزابط اللي قدمه في رقل في شاوي أنا شايف أن حتى الفيلم ده من أروع الأدوار اللي قدمه في رقل في شاوي وعاد الإمام كان يعني تقبل الأمر عشان حياته تتحول السناء اللي عملوه في فيلم المجبوه وتجسدها وتعبرها ورفضها هو يسير في منظومة اللصوصية والإجرام أنت فكرتين بدأ حتى يعني حب في زنزانة شوفي نظرتها وراء الشباك بالمنديل لغدر قصة الحب أنت في اللا منطق ما تقبلهاش في المنطق أنا آسف إنما على الشاشة قدر عادل الإمام وسعط حسني مع المخرج محمد فاضل أن هم تقبلي هذه القصة وإنت قاعدة بتحلمي المسافة بين الشباك والزنزانة بتاعت عادل تقرب عشان يبقى فيه لقطة عاطفية موجودة ما كانتش يقدر يعمل الحسيس دي غير سعط حسني أنت هذا المشهد كمان بيفكرني بمشهد تاني في فيلم الكارنك إزاي برضو بنور شريف يعني هذا يعني السنائي آخر وكانوا لسه نور كان لسه يعني يعني في البدايات لكن سعاد تحس إنها أهمك بكتير جدا وإنس إنها أكبر بكتير قوي سنوات الخبرة أصد بكتير قوي فهذا الدور من العمر القصير اللي كان اشتغلت فيه في الفن كانت متجاوزة متجاوزة كثير قوي تعبير بالعين والإحساس والمشاعر والزواغان والبريك واللمعان ما أقدرش يقول صفات أكتر من أني لما بحب أتفرج على حاجة فيها أداء وتمثيل لازم أرجع للسينما سعاد حسني عايز تتفرج على حاجة فيها أداء وتمثيل بترجع وعمق بترجع لسعاد حسني عايز حاجة فيها شقاوة وخف الدم وترجع لسعاد حسني عايز حاجة فيها بهجة بترجع لسعاد حسني حييه شخصية عشان كده هي استثنائية يعني في كل دور هي بتقدمه أنت بتصدقها يعني ما بتحسش أن فيه بعض آخر غير اللي أنت شايف لا لا أنا عاوز أقولك أنت حتى نموذجين سعيد أن أنت بتقوليهم نموذج الشقاوة عاوز أقولك أن فيه قصص حب كتير قوي اتبنت واتاخد فيها قرار وجداني بين الولد والبنت بعد تخلي بالك من زوزو لأنه هو إزاي تختاري وإزاي تدافع عن قرارك وإزاي تعيشي قصة حب وإزاي تبقي بهذا المرح وإنتي جواكي إحساس أنك هتبقي مقبولة من المجتمع في النهاية في النهاية أنا لازم أفرض نفسي هذا الفيلم كان فيه أفكار متقدمة جدا لسنوات أخرى قادمة غيرت مفاهيم في المجتمع بالضبط غيرت مفاهيم في المجتمع وأجمل ما في السينما الجميلة لما عندك بطل أو بطلة يقدروا يحطوكي ويغزوا المجتمع بالأفكار دي وإنها تفضل عايشة معاكي يعني قصة أميرة عاشت كتير يعني العلاقة بينها وبين زعتر النوري عاشت كتير إنها تتخلص من الزوج القاسي اللي رافض إنه 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 مراته مش قادرة تحس بحياتها معاه وإنها تتخلص من هذه الحياة أكيد ناس كتير بتقف قدامها علشان تفكر إزاي إحنا اللي اتنين مش قادرين نعيش مع بعض لازم ناخد قرارنا من بدري إن إحنا ما نوصلش الحياة عشان ما نوصلش لنهاية قاسية شايف إنه هيجي تاني زي سعاد حسن؟ بصي أنا عندي شبه كان شبه إحساس سلبي بإنه إحنا عندنا أزمة في النجمات في مصر وده سببه فكر المنتجين اللي هما كانوا دايما بيعيشوا وراء إن أنا جيب نجم وتبقى البطلة مجرد وردة في عروة الجاكتة السنوات دي إحنا بندفع تمانها دلوقتي إنه لما استمرنا مع نجوم الكوميديا عشر خمسشار سنة بإنه هما المتسايدين الساحة أنا مش ضدي ده بس كانت البطلة أو النجمة مجرد عروة يعني كده بتكمل الأحداث ده بعدنا شوية عن اكتشاف مواهب طب هل هي مشكلة منتجين ولا ثقافة الفنان نفسه؟ الاتنين يعني إحنا لازم يبقى فيه إرادة عند الفنان إنه إزاي يصنع تاريخ لنفسه وإن إزاي يتمرد ما نعاوز أقولك على حاجة ما كان في ظل زمن سعاد حسني وفتر حمابة وغيرهم كان فيه السينما التجرية موجودة وكانت السينما الكوميديا موجودة لكن كان فيه مخرج يريد أن يصنع تاريخ مؤلف يريد أن يصنع تاريخ ونجم مسلم نفسه وفي النهاية صنع التاريخ هو أحمد زاكي عمل كم فيلم في حياته مش بالكم الكبير النور الشريف وقف في لحظة وقال أنا كفاية كده لازم أبتلي أعمل سينما مختلفة وبحث بنفسه وهنا عاوز أقول رسالة من خلال القاعدة الجميلة دي إن أنت لازم تبحث لنفسك عن تاريخ راح بحث عن سامير سيف اشتغل معاه وقدمه للجمهور وعمل معاه دائرة الانتقام وأفلام أخرى فيما بعد ومنها دور بتاع شاحات أبو كاف فيما بعد راح جاب محمد خان وعمل معاه ضربة شمس وأفلام أخرى راح جاب محمد النجار وعمل معاه زمن حاتم زهران راح جاب داود عبد السيد وده مثال مهم جدا يا أساس خالد يجب على الفنانين بتوى الجيل بس لن نملك الإرادة ولازم مسؤولين عن صناعة الأفلام كمونتجين والآخر يبصوا لأنه نطلع فيدت جديدة ونهتم بالنجمات ومصر يطلع عبرها سريع شكرا جزيلا لحضرتك الناقد الفني الأساس خالد محمود ألف شكر لي كفا شكرا جزيلا